أعلن المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان افتتاح الحوار الوطني الأربعاء المقبل مشيرا لأن كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعونا على مدار العام الماضي بما يؤكد الثقة المتبدلة بين جميع المشاركين وأكد المنصق العام للحوار الوطني عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني لافتا إلى أن اختيار مجلس الأمناء يعكس تمثيل المجتمع المصري والتوازن مشيرا إلى عدم إصدار أي قوى السياسية أو حزبية بيانا حول رفض الاشتراك في الحوار بما يشير إلى حالة من الإجماع بشأن الحوار الوطني